بيجعنا لكم مرة تانية ولسه من ورانا الكاتبة إيناس حليم واللي بتكلم معها عن روايتها السيدة التي سقطت في الحفرة بما انك بتكتبي عن يعني شكل فيه برضو شكل من أشكال الخيال تفتكري ان كل واحد فينا عنده الحفرة اللي ممكن يكون واقع فيها هو ده اللي الرواية بتتكلم عنه هو ده اللي الرواية بتتكلم عنه بالضبط شخصيات الرواية نفسها لما تقريها هتلاقي ان كل واحد كان عنده حفرته اللي وقع فيها عنده الحفرة اللي ابتلعته برضو زي السيدة ده الشكل المجازي لفكرة ابتلاع الحفرة نفسها أشارتي لأي يعني أشكال من الأشكال دي ولا ما أشارتيش لأي حاجة فيها لخالق قرق لا طبعا احنا هنشوف شخصية البنت نفسها بعلاقاتها المتوترة زي ما قلت لك بولدتها وبولدها وهنشوف الشخصية الشخصية كمان رئيسية اللي هي والدتها هنشوف بقى ما تعرضت له من مشاكل وخيانة يعني حاجات كتير ده الكلام اللي انت المفقود انك عبرت عنه من خلال المذكرات اللي كانت بتكتبها لا دي مذكرات ميرفت دي حاجة تانية دي حاجة تانية دي مذكرات ميرفت دي ايه بقى كانت بتكتب ايه ميرفت او كانت ليه علاقة بايه يعني مذكرات ميرفت عبارة عن جمل تقدر تستشفي منها نوع من المعاناة مذكرات ميرفت مش عبارة عن حد وتو هي مذكورة في جزء صغير قوي في الرواية مش كبير يعني لكن جزء مهم لانه بيشير هي كانت بتحس بايه وكانت بتفكر ازاي وكتعلاقتها ايه باللي حواليها كتعلاقتها ايه بيتها بزوجها حتى فده ما يخص مذكرات ميرفت ما يخص شايد انبقاء واللي حواليها كل اللي حد من الحواليها عنده حكاية مذكورة في الرواية مامتها وباباها وعمتها وجدتها فمن خلال سرد الحكايات الخاصة بالشخصيات دي بنعرف انه كل واحد ليه حفرته ليه حفرته اللي بيقع فيها فعلا ده حقيقي طيب كلميني شوية عن فكرة الكتابة بقى نفسها الفكرة ما بين المزج اللي حصل في الرواية عندك ما بين الخيال وما بين الواقع عملتيه ازاي وإيه المناطق اللي سمحت عندك بالخيال وإيه المناطق اللي كانتش تسمح انك تحط فيها خيالك ولا اي منطقة ممكن كانت تكون من وجهة نظرك اي خيال انتي عايزة تحطيه هتحطيه يعني انتي لو بصدي للحادثة نفسها هتلاقي ان هي يعني اصلا حادثة بتحرد على الخيال حادثة غمضة ايوة ومضهشة جدا وزي ما قلتلك ما لقوش اي اثر للبنت خالص في حين ان هي كانت بنت موجودة وعيشة واهلها موجودين وليها بيت فالموضوع نفسه كان لغز مضهش يعني فكان بيسمح بمساحة الخيال دي في الكتاب عملتها ازاي من خلال التقنيات بقى ليها علاقة مثلا بالاحلام ليها علاقة بالحواديت الموروس الشعبي مثلا اللي تسمعها من جدتها ايه دي المناطق اللي دخلت فيها فكرة الخيال دي قسمت الرواية لاثناشر فاصل رتبتيهم ازاي وبناءنا على ايه رتبتيهم المفروض انه الام طلبت من البنت ان هي تكتب الرواية دي في يوم عيد ملدها وقلت لها ان هي المفروض تاخد منها سنة فالتقسيم الفصول كان على اساس اثناشر شهر على اساس السنة اللي ابتدتها يوم عيد ملدها وانهتها يوم عيد ملدها وختمتها يوم 31 ديسمبر لا دي انا ختمتها اه انت ختمت يوم 31 ديسمبر وكأنها نهاية الرواية برضو مع نهاية السنة لكن هي لا هي تختمت في الرواية في يوم 17 يوليو يوليو اه اه الفين وثلاثة اه دي ايوم عيد ملدها اه اوكي طيب وفي اي فاصل حساتي انه ده ممكن يكون اكتر فاصل قثر في انها تقع في الحفرة دي وده يرجعني للحفرة اللي كل واحد فينا بيقع فيها أو لكل واحد فينا عنده حفرة في حياته اكيد كان في قنففاصل كان في قنفف مرحلة كان في قنففج جزئية هي دي الجزئية اللي انت حسيت ان هي الاكثر تأثيرا في البطلة لا هي كل الفصول كل الفصول كانت مؤثرة اه طبعا لانه الكتابة بتاعت خط الكتابة في الرواية دي مش خط متسلسل لا هو فيه يعني زي ما تقولي قفزات زمنية وانت بتتنقلي من زمن لزمن ومن مكان لمكان فيه قصص مصر بتسردها من الستينات فيه من السبعينات فيه من التمانينات التسعينات والالفنات طبعا فلا كان فيه قفزات زمنية كتير مقدرش اقولك ان فيه فصل هو ده اللي وضح الفكرة يعني اه اه ايه الصعوبات اللي وجهتك في انك تكتبي رواية زي كده زي ما قلت الحاليك صعوبات ليه علاقة بالحصول على المادة نفسها ده فيما يتعلق بالحدثة فيما يتعلق بالحدثة اه فيما يتعلق بقى بالكتابة نفسها اكيد الصعوبات اللي بيواجهها اي كاتب انتي بتقري عن حوادث كتير بتحب تقري الرواية البوليسية لا خالص والرواية دي مش بوليسية خالص بتحبي يعني انا بتكلم في طفولتك حتى او عمتا وانتي بتقري اختياراتك شكل اختياراتك في القراية هل يعلقه بالحوادث هل يعلقه بالخيل هل يعلقه بالاحداث البوليسية شكل اختياراتك يعني في اراياتك انت الشخصية يعني زمان كنا كلنا تربانوا على روايات الجيب بعد كده اختياراتي كانت شوية اعرف الفترة بتاعت المراحقة دي بتبقى فترة حالمة شوية حسن عبدالقدوس أو يوسف السباعي بس دلوقتي لا اختياراتي بقرأ كل حاجة يعني أدب عربي أدب مترجم بميل أكتر للروايات اللي فيها فلسفة فيها يعني الكتابة المحفزة على الكتابة يعني شبهتي الحكاية باسكندرية عملتي التشبيه ده إزاي وكنت تقصدي إيه بإن الحكاية شبهتيها باسكندرية وإحنا متفقين إن إسكندرية دي بلد الجمال يعني إسكندرية الأحلام كلها كانت في إسكندرية الحب كله كان في إسكندرية الأشعار كلها طلعت من إسكندرية يعني إسكندرية زي ما انت قلت كده ويمكن ده زي ما انت قلت في الأول أنا من إسكندرية واستوقفني إن حادثة زي كده تبقى في البلد الجميلة دي لو بصتي لسكندريا أي حد غريب عن المدينة دايما ما بيشوفش منها غير يعني شارع الكورنيش يعني هي دي الصورة الوحيدة المرتبطة بذلك فأزهاننا عن سكندريا بالضبط في حين سكندريا مش كده يعني سكندريا من جوه لا هي يعني مليانة شوارع متقاطعة وشوارع جانبية وأذقة وكل مكان صغير في سكندريا بيبقى لي حكايته فهي دي فكرة الحدوطة نفسها حدوطة بتاخدك لحدوطة تانية بتاخدك لتفصيلة تانية يعني ده فيما يتعلق تشبيه المدينة بالحكاية نفسها أوكي ركزتي كمان شوية على الخالة اللي رب الطفل معاق كلمين شوية عن الجزئية دي هو ما كانش جانب كبير في الرواية يعني هو دي كانت خالة مرفت ابنها تولد بخلل جيني خلا بياكل حاجات غريبة من الارض فهنشوف بعد كده انه هي شادن وولاد خلتها بيتوطقوا في انه هم يعني الولد ده بيموت غرقان وانه هنلاقي ان هي وولاد خلتها طوطقوا في ده كانوا عارفين ده وهي هم صغيرين يعني هو الفقرة دي لها علاقة شوية بفكرة انه مفيش حد ملاك انه حتى البنت نفسها اللي ماشي طول الوقت بتسرد الحدوطة دي ما ينفعش اصلا يحكم على الناس ما ينفعش يحكم على الاشخاص لان هي نفسها بيبقى ليها اخطاقها وازمتها يعني اشتركوا في القناة